موسيقى تواصل وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات الأمنية حملتها للحد من ظاهرة الاعتداء على المياه الجوفية وشبكات المياه الرئيسية والفرعية في جميع مناطق المملكة حيث أن استمرار تعرض الأحواض المائية الجوفية للاستنزاف الجائر يفوق قدرة الوزارة الطبيعية بنسبة 200% استخدام الأردن للمياه الجوفية خلال العام الماضي بلغ 510 ملايين متر مكعب في حين أن الحد الآمن لاستخراج المياه الجوفية يقدر ب275 مليون متر مكعب تعد قضية الضخ الجائر للمياه الجوفية والاعتداء المباشر على مصادر المياه والخطوط الرئيسية والفرعية التي تهدد الثروة المائية في الأردن الذي يعتبر من بين الدول الأربعة الأقل فقرا بالمياه في العالم ما ألزم الجهات المعنية ضرورة مواجهة تلك القضية بالتعاون مع الجهات الأمنية بعدما تفاقمت القضية وأصبح من الضروري محاربتها حيث كشفت القياسات المائية في وزارة المياه والري أن استمرار تعرض الأحواض المائية الجوفية في الأردن للاستنزاف الجائر يفوق قدرتها الطبيعية بمعدل يصل إلى 200% حيث استخرج في عام 2012 فقط حوالي 510 ملايين متر مكعب من المياه الجوفية في حين يبلغ الحد الآمن لاستخراج المياه الجوفية في الأردن 275 مليون متر مكعب من المياه نحن نواجه الحفر المخالف كل سنة 3.5 مليون متر مكعب فقط في حضم الجيزة من جراء الحفر المخالف والأبار المخالفة عملية سرقة المياه تحرم شريحة كبيرة من الواطنين من المياه وهذا يؤدي إلى سوء توزيع وعدم عدالة وظلم للجميع فالاعتداءات على مصادر المياه غالبا ما تكون بهدف ري المزروعات إلا أن البعض لم يكتفي باستغلال المياه المسروقة لري مزروعاته بل تجاوزها وأصبح يبيعها لسائقي صهريج المياه طبيعة الاعتداءات تتنوع ضمن اختصاص شركة مياه هنا هلا منها في الاعتداءات على الخطوط الناقلة والخطوط الرئيسية وفي الاعتداءات على الوصلات المنزلية هلا اللي بيأرق شركة مياه هنا وبيأرق المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام اللي هي الاعتداءات على الخطوط الناقلة والخطوط الرئيسية لأنه مثل هاي الاعتداءات بتكلف المخزون المائي للأردن كميات كبيرة بتضيع إما لسقاية مزروعات أو لتعبات صهريج وبيعها للمواطنين الموقع هذا اللي احنا فيه هو عبارة عن خط كطر 800 مليمتر الاعتداء الموجود عليه هو اعتداء بكطر 4 إنش حوالي 100 مليمتر بيزود مزارع موجودة في المنطقة المقابلة إنه هون طبعا هذا الاعتداء أكثر من مرة تم وتم فصله أكثر من مرة لكن للأسف مش قادرين نحدد الشخص المعتدي أو صاحب الاعتداء إجراءات وزارة المياه والري لحماية المياه الجوفية بدأت منذ عام 92 عندما تم حظر حفر الآبار بعد صدور نظام المياه الجوفية عام 2002 لتنظيم وضبط عملية استخراج المياه الجوفية والذي أوقع عقوبات تفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين على مصادر المياه وإغلاق الآبار غير المرخصة وإلغاء رخصة كل من يتجاوز الكمية المحددة لاستخراج المياه قضية شح المياه في الأردن تدفعنا إلى طرق أبواب مشروع جر مياه الديسي الذي أكد خبراء أنه لن يساهم في حل معضلة شح المياه في الأردن بشكل تام وإنما يساهم في الحد من تفاقم المشكلة فالحل يكمن بتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم التعدي على حصة غيره من المياه رعد بن طريف قناة رؤية